ميدانيا أعلن الجيش الأوكراني إسقاط عشرة مسيرات من أصل 16 أطلقتها روسيا خلال الليل قالت السلطات أن الطائرات المسيرة دمرت البنية التحتية المدنية فقط في منطقة خاركف الشرقية ما أدى إلى إصابة شخص واحد في المقابل أعلن الجيش الروسي اعتراض 19 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا تجاه أربعة مناطق من البلاد وفي أجواء البحر الأسود وبحسب السلطات المحلية فإن هذه الطائرات كانت تستهدف منشآة للطاقة لكن أنظمة الدفاع الجوي الروسية استطاعت أحباط محاولتها أعلن رئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي تعيين قائد القوات البرية أليكزندر سيرسكي رئيسا لهيئة الأركان العامة خلفا لفاليري زالوجني وأوضح زيلنسكي أن الجنرال سيرسكي قاد عملية الدفاع في كييف ويمتلك خبرة ناجحة بالدفاع وفي العمليات الهجومية مثل عملية تحرير خاركف من جهته أكد وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف الحاجة لنهج وستراتيجيات جديدة من خلال تغيير إدارة القوات المسلحة الأوكرانية في هذا السياق قال مستشار وزير الدفاع الأوكراني يوري ساك للمشهد أن صمود الجيش الأوكراني في وجه الآلة العسكرية الروسية يدخل عامه الثالث مشيرا إلى أن استبدال قائد الجيش جاء استجابة لطبيعة المرحلة قريبا وفي غضون أسبوعين سينتهي العام الثاني من هذه الحرب الواسعة على بلدنا كان القائد زالونجي المسؤول العسكري عن قيادة الجيش كان يضع الاستراتيجيات لتحرير كييف ومسؤولا عن الجيش الذي بقي صامدا أمام روسيا التي تمتلك الكثير من المقاتلات والمعدات والأسلحة لذلك عندما أعلن الرئيس الأوكراني زيلنسكي عن تعيين القائد الجديد أليكسندر سيرسكي شكر بدوره فاليري زالونجي على المهام التي قام بها خلال عامين من الحرب للمزيد حول الرد الروسي على استبدال قائد الجيش الأوكراني ينضم إلينا من موسكو مرسلنا فادي صالح مرحبا فادي ماذا قال الكريملين وكيف علقت موسكو على إقالة زالونجي؟ نعم حسب التصريحات التي أدل بها اليوم المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف الذي أكد أن تغيير قائد القوات الأوكرانية فاليري زالونجي هو لن يغير من مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة وهذه العملية هي لن تتأثر بتغيير قائد القوات الأوكرانية مشيرا في الوقت نفسه إلى أن روسيا ماضية في تحقيق جميع أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في الحقيقة هذا ليس التعليق الوحيد حيث سمعنا سابقا أيضا تعليقات من موسكو وخاصة عندما كان هناك فقط أنباء عن احتمال إقالة زالونجي وحينها أيضا تحدث الكريملين أن الفشل الهجوم الأوكراني المضاد ونجاح العملية العسكرية الروسية الخاصة هو يؤدي إلى كل هذا التخبط لدى القيادة الأوكرانية ويؤدي إلى الخلافات الداخلية في الحقيقة وخاصة طبعا أن زالونجي كان قد تحدث في وقت سابق على أن الوضع في السحة الميدانية هو وضع صعب وبالتالي هذا الأمر الذي تقول فيه أو ترى فيه موسكو أنه في الحقيقة تخبط وخلافات داخلية في صفوف القادة الأوكرانيين فيما يتعلق إذن بهذا الأمر هذا آخر التصريحات التي صدرت من قبل الكريملين على موضوع قالت زالونج فادي ميدانيا ثمت تطورات ومسيارات استهدفت روسيا ماذا لدينا من معلومات إذا كنا نريد الحديث عن المسيرات فحسب المعلومات الرسمية كان هناك محاولات من قبل القوات الأوكرانية باستهداف مناطق داخل روسيا بما مجموعه عشرين مسيرة كانوا خلال الساعات الأربعة وعشرين الماضية آخرها كانت مسيرة في منطقة ديرزينزكو وهي في مقاطعة نيجني نوفقر تمكنت الدفاعات الجوية من صدها أيضا كان هناك خمس مسيرات حاولت استهداف مقاطعة أريول وبالتحديد مصنع للمواد النفطية ولكن هذه المسيرات أيضا تم إسقاطها وحسب حاكم المقاطعة فقد تمكنت الفرق الخاصة من القدوم إلى المكان وإجراء كافة الإجراءات الأمنية المناسبة لكي لا يكون هناك أي إصابات وأيضا كان هناك ست مسيرات تم إسقاطها في منطقة البحر الأسود في الحقيقة القوات الروسية أو الدفاعات الجوية الروسية تتمكن من صد هذه المسيرات حسب المعلومات الرسمية دون أنباء عن وقوع إصابات ولا أضرار أيضا فيما يتعلق بمنطقة العمليات العسكرية الخاصة حسب التصريحات الرسمية تمكنت القوات الروسية من إسقاط نحو 100 مسيرة أوكرانية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة إضافة إلى تعزيز مواقعها في منطقة كراسني ليمان وبلغة الأرقام تمكنت القوات الروسية من تصفية أكثر من 300 جندي أوكراني على محور دانيتسك وكذلك الأمر أكثر من 100 جندي أوكراني على محور كوبانسك بالإضافة إلى هذا الأمر قالت القوات الروسية أنها تمكنت من تدمير عشرات المركبات القتالية الروسية وأيضا المدافع منها المدافع الأوكرانية وأنها أيضا مدافع غربية الصنعة تم تقديمها لأوكرانيا كمساعدات شكرا فادي صالح مراسل المشهد من موسكو على كل هذه التفاصيل والمعلومات